ايه حد تاني من عيلة زبادي يمتين الفن والغناء؟ من العيلة يعني اه عيلتك كلها هو الاولاد شوية يعني تمين اصواتهم حلوة بتخليون؟ بدك ياهم ولا مابتلا؟ لا والله هو ما فيش علاقة بالاحتراف يعني او شيء بس بيغانوا كده في العائلة يعني زي بيوت المغرب اه بيغانوا يعني وحفظين وبس الميزة والله لو فيه كاستينج اصوات واختيار اصوات مثلا عندي شباب براعيم عندي سبع اصوات وبيدي اختر منهم ثلاثة مثلا اسيب بنتي ولا ابني انت اختر قولي نتيجة من غير ما اسمعوا منع وحاطيق في اغتيارهم ودينهم كويس ايه اكيد اكيد ما شاء الله يعني فاقوا على الفن ال الاصيل اللي كله اصالة او اصالة او صولة صولة اصالة 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 وصولة دي انما عمر ما وزك النور اللي في اخر النفق يبقى عندك اغانيك الخاصة عندك فيه عندي اغاني عندي اغاني عندي اغاني الفصحة عندي اغاني زجل دارجة مغربية اغاني واخر شي اخر ما لحن اخر ما غنيت كنت اغاني فاتذ من رجال الموسيقى العربية فالدكتور هشام لان ابن السياري ابن خاد المنبر صديقي وده انا عندي بيساعدني حضوري في مصر يعني دائما هو يعني من السنة دي فاولو صداقها مع استاذ مونيل وسيمي ايوة طبعا استاذ مونيل موسيقار طبعا عزيم ابن اشرف موزع قال له يا يا شام في اغنية كان نفسي والله شئوتي نفسي يغني لعبد المطر اسمات وفات كلم صديقه هو جيل من رجال الموسيقى العربية اغنية لم تغنى لعبد المطر وكان هو كده يعني حلمه يغنيها ابو النور الكلام بيقول بعثوا لي الأغنية والاستاذ مونيل بيغني بالعود سمحتها انا قلت والله الى الصحيح